دعني أسأل حضرتك يعني إيه أكتر الأسواق المصدرة للسياحة خلال الفترة الأخيرة اللي لاحظتوا زيادة أعداد السياحين منها هنتكلم كدول ولا كأوروبا مثلا غربية وأوروبا الشرقية كدول حضرتك هي في أنماط سياحية مختلفة في كالشر لكل سياح مش كل سياح زي بعض السياح الأوروبين الشرقيين بيحبوا شرم الشيخ والغرداء أو مرسع علم وخلاص بيحبوا السياحة الشاطئية والسياحة الغطس والدايفين والسنوركلين والسياحة الصحراوية لو في سفاري أوروبا الغربية بتحب هذه السياحة بس كجزء لأنها الأكتر التركيزي يعني لو قلنا فرنسا إنجلترا أسبانيا ألمانيا بلجيكا بيحبوا السياحة الثقافية والتاريخية زيارة المعابد والأثار ودي مهمة جدا لأنه متوسط إنفاق وأعلى من متوسط إنفاق السياح العادي خلاص فدول بردو صدروا سياحة كبيرة إلى مأثر السياحة الخليجية والعربية طبعا دي كتيرة جدا والسوق السعودي بالذات يعني سوق كبير جدا بيصدر كان آخر مرة مليون ونسايا ومتوسط إنفاقه عالي قوي السياحة الخليجية يعني ده في فترات الصيف مطلوب جدا وبتوفره وزي ما حضرتك ذكرتي إن في معرجان العالمين كويس جدا معرجان العالمين نيجي لسياحة مهمة جدا في عندنا طبعا السياحة الاستشافة بس إحنا كمان محتاجين أعتقد بالنسبة للعالمين علشان هي محتاجين خلاص هي تبقى وجهة سياحية الحقيقة في المنطقة محتاجين نزود عدد الغرف الفندقية بالتأكيد هو فيها حوالي ما يقلب من 15 ألف وشوية غرفة سياحية محتاجة عشان نصل لأعداد كبيرة ضعف هذا العدد يعني محتاجين 25 إلى 30 ألف غرفة أكتر للاستهدف سياحة وبينزل برضو طيران شرطر بس في الشتاء للسياحة الأوروبية اللي هم بيزوروا المناطق الأثرية والحرب العالمية ومقابر العالمين ومتحف العالمين وفيه مناطق سياحية أثرية يونانية رومانية فيه برامج تبقى مرتبطة مع اسكندرية بيزوروا مثلا اسكندرية ومنطقة العالمين ففيه تنوع في المنتج السياحي غير المعرجانات لو هتقام بعد كده مؤتمرات دولية هناك في منطقة العالمين مؤتمرات عالمية طبية مؤتمرات وتفر بقى باستمرار لو هتقام سباقات يعني هناك مثلا مؤتمرات رياضية بقى سباقات عجل سباقات سيرف سباقات عربيات احنا عندنا البنية التحتية كويسة جدا والطرق فممكن تقام لو قدرنا نستهدف ونستجلب سباقات دولية للعام أو للإقامة هناك لان اليوم الفولورز واقيم في منطقة العالمين وفي شرم الشيخ سباقات للهجن برضو دالي الفولورز في انواع كثيرة من السياحة في عندنا سياحة البالون بس ديف لقصر يعني في انواع كثيرة من السياحة مستهدفة وفي منطقة العالمين طبعا فترة السيف والحفلات والكونسورت والسياحة الشاطئية للبحر الأبيض المتوسط لان في دول برضو بتنفسنا أسبانيا وفرنسا والمغرب العرب برضو على البحر الأبيض المتوسط فإحنا كل ما زاد التسويق بشكل تسويق كعالم واستهداف الأسواق بشكل معين 365 يوم تسويق وفي نفس الوقت عارفين موعيد الأجازات موعيد كذا للسياح من الدولة الفلانية يعني أنا لما أجي أحامل سياحة للسياح الصيني أو السياح الهندي مثلا ودي أسواق مطلوبة برضو وبتيجي مصر والسياح عندنا في طفرة حصلت في السياح القادمين من الصين هوا أه بس السياح الأخيرة أسواق المصدرة لسه فتحة قريب بس هي كانت قابلها بتصل عدد السياح السينيين على مستوى العالم 300 مليون نحن أقصى حاجة وصل لنا 300 ألف نستهدف أكتر بس لازم يكون عندنا الغرف الفندقية تحويل الشوق الفندقية ده مهم أو شوق فندقية في عندنا يعني بس ده برضو عايز تنظيم بشكل معين يعني في مشروع نتكلم فيه معالي سيد رئيس الوزراء الوزارات الحكومية تحول إلى شوق فندقية طبعا هتتكلف ما هو الوزارة كمبنى كل مثلا لو غرفة فندقية محتاجة معها التايلت والباث والحاجات دي كلها هتتكلف بس في وزارات تنفع تبقى كمقر لأننا ده كمتخصصي القصور مثلا يعني في وزارة زي وزارة التربية والتعليم فيه قصور ملكية فالقصور لو أيمع على حوائط حملة هيبقى مجرد صالة موجودة ومن ضمنها زي مثلا الماريوت اتبنى حواليه بورجين وفضلت كده لأنه ما ينفعش أي تغيير في الهيكل البنائي للأصر لو بالذات على قائم حملة لكن الوزارات والقصور اللي هي أو بلاش قصور الوزارات المختلفة المبنية من الخرصانة نقدر أن احنا نستغنى عن حقق نبني كذا لأنه دي طبعا مهمة تستحمل الحاجات اللي كده لكن لو هي قبل مئة سنة أو مئة وعشرين سنة وحوائط حملة لا هيفضل الهيكل زي ما هو ويتبني بشكل معين عشان ما يقدرش يحصل فيه تغيير فدي كلها عايزة تكاليف معينة عايزة تسهيلات سيجر لسه تخطيب أقار فترة القادمة كان فيه برضو سياحة مهمة جدا ودي سياحة المالتي مليونرات والملياردرات اللي هي سياحة اليخوت خلاص وكانوا بيلاقوا صعوبة في الإجراءات كتير جدا ويتخص وزارة النقل فالساد الرئيس أمر بأن تخلص كافة الإجراءات في نصف ساعة دي بقى لما يكون في أبليكيشن أو ويب سايت أو موقع يدخل من خلال ويخلص الإجراءات في نصف ساعة هنستهدف ساعة فيه يخطب يبقى بمئة وخمسين مليون دولار فيه يخطب تلتمية مليون دولار فيه بنصف مليون دولار فيه بمليار دولار وفيه طقم الموظفين والعمالة واوها كأنها سفن موجودة فلما تدخل هنا ويقيم فترة ومتوسط إنفاق ويبقى حاول الشوكينج والمولز والسنترز والحاجات دي كلها سيكون مهمة جداً أنا كنت لسه هتكلم مع حضرتك عن الجزئية دي هل لاحظتوا أي تغيير في تركيبة السائحين في الفترة الأخيرة في ظل الزيادة في أعداد السائحين وإحنا كمان عايزين نستهدف السائح اللي بينفق أكتر طبع الفترة القادمة ما هو سياحة اليخوت مهمة وسياحة اليوم الواحد سياحة اليوم الواحد دي فيه شقين شق كان زمان موجود بالطيران الخاص كانوا بيجوا من كبرس ومالطة ومن دول البحر عبد المتوسط يوم ويرجعوا أحد الشركات الكبرى لأملاقة كانت تعمل موضو ده وفيه شقة عن طريق المراكب الضخمة اللي بتقف في ميناء الإسكندرية وفي ميناء سفاجة وميناء بورسعيد وبتبقى عليها مثلاً 3000 شخص بيجوا ينزلوا مثلاً إسكندرية بيركبوا أوتوبيسات ويروحوا لغاية يشوفوا منطقة الأعرامات ويزوروا الأعرامات مثلاً والمتحف المصري والقلعة ويروحوا من بورسعيد يركبوا ويكملوا رحلتهم لدول البحر الأبيض المتوسط الأخرى فهذه سماء سيحة اليوم الواحد ومتوسط انفقهم كويسة طبعاً متوسط انفق سيحة اليخوت الواحد بينفق خمس مرات الشخص العادي متوسط انفق الشخص العادي حوالي 100 دولار بس بتختلف بقى ممكن الامريكي 150 دولار انجليزي الخليجي 250 دولار واتفر يعني فمتوسط الانفق ده اللي يهمنا يعني احنا يهمنا جذب السيحة الي مصر وجوده طبعاً الانكم اللي حالك قلت 7 مليون سيح بساً هيبقى ب7 مليار دولار لكن متوسط انفقه اليومي أنا متكلم عن اليومي مش متوسط انفقه ده اليومي كذا فده بيبقى مهم جداً طبعاً لان السياحة بتشغل معها 70 منتج آخر مرتبط بسياحة بقى سواء يعني المواد الاستهلاكية مواد الاكل المنظفات يعني حاجات كتير الكعرابة بالتأكيد بالتأكيد قطاع مهم جداً بيوفر الحياة فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة طيب خلينا بقى نتكلم اكتر تفاصيل اكتر عن الحدث الترفيه الاكبر مهرجان العالمين الجديدة يعني برأي حضرتك شايف ازاي هذا المهرجان وايه المردود الايجابي للفترة القادمة المهرجان حلو جداً وزاي ما احنا شايفين في الصحافة وفي الاعلام وعدد اللي بيجي بس هو اكتر سياحة داخلية وسياحة عربية عشان نكون واقعين لكن تسليط الاضواء عليه يعني تسليط الاضواء عليه ادى صورة عن مصر كاملة للسياحة الاجنبية للمواقع العالمية كلها واخد بالك منطقة العالمين مثلاً بقى في عندنا مواقع عالمية كثير زي بوكينج وتريب ادفايزر واكسبيديا يعني فيه حاجات كثيرة جداً ودي طبعاً مواقع بتصرف على التسويق ارقام بالمليارات يعني في السنة فلما يكون فيها الفنادق اللي في مناطق العالمين وكده وتسلط الاضواء على المنطقة دي هتجزب عدد كبير من السياح حتى لو اونلاين لزيارة منطقة العالمين والناس اللي بتحب المهرجانات والاغاني والكونسرت يعني مثلاً الحفلات اللي تمت دلوقتي تمت حفلات كلها فترة السيف للخليج العربي وللمصريين وكده طيب لو انتم عايزين مثلاً اكانب وفولورز للسياحة ومهرجانات زي كده يبقى لازم بقى حفلات لمغنيين عالميين من بره وكونسرت عالمية هايلي تابعوا طبعاً اي كونسرت بقى الفرق بوب لفرق روك لمغنيين بقى عالمين زي شاكيره وتفر يعني الاسم اللي هيقدر مروج للحفلات والمهرجانات ينظموا هتجذبي الناس دي لمنطقة العالمين خلال الالسانة طبعاً لو في مؤتمرات دولية زي ما بتقام في شرم الشيخ تقام في منطقة العالمين في قاعة مؤتمرات في كذا ده هيجذب عدد كبير جداً يعني لازم التنوع اكيد وعلى مدار العاب فهتبقى وجهة بس هتبقى وجهة اكتر لسوق مستهدف وهو السوق السياحة الشاطئية يعني الناس اللي بتيجي في البحر الاحمر او في جنوب سيناء دي بتبقى بتبص على الكورال اللي هي الشعاب المرجانية او الدايفينج يعني ده مش موجود هناك فكل يعني نوع معين من السياحة بيتطلب كالشر معينة للسياح اللي هو ايه بيحبها في عندنا طبعاً في جات من اوروبا الشرقية الشرقية جاءهم من تاجاكستان وكازاخستان واسباكستان برضو ده دول كانت سابقة في الاتحاد سوفيته ده كله برضو مستهدف بيجوا مصر و بيجوا شرم الشيخ بكاثرة و بيجوا الغرداء في مارسى عالم نازل الزبادة 135 رحلة طيران من اوروبا القربية واوروبا الشرقية دول كثيرة فده كله مميز بشكل كبير يعني و ده كله بيمثل السياحة الشاطئية في البحر الاحمر و برضو بيبحثوا عن الدايفينج و كازا فهو يعني هيبقى للعالمين برضو مستهدفة كسياحة شاطئية بشكل كبير من خلال المهرجانات و الحاجات كلها